أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن توطين الصناعة الدوائية يعاد أحد المستهدفات الاستراتيجية للدولة في سبيل دعم قطاع الصحة وتوفير الاحتياجات للمواطنين وفي ظل التوجه الأوسع نحو خفض الاستيراد جاء ذلك خلال استعراضه تقريرا لرئيس هيئة الدواء المصرية عن جهود توفير المستحضرات الدوائية الهامة والحفاظ على استقرار السوق المصرية للأدوية كما تناول التقرير العمل على توطين صناعة الدواء وفقا لتوجهات القيادة السياسية وفي سبيل خفض الفاتورة الاستيرادية وفتح أفاق للتصدير ولسيما مع العقبات المتتالية التي يشهدها العالم في سلاسل التوريد أشار التقرير إلى أن هيئة الدواء المصرية اتخذت عددا من الإجراءات لضمان استمرار العملية الانتاجية بالشركة كان في طليعتها تقديم الدعم الفني والإجرائي لشركة الأسكندرية من أجل توفير خط انتاجي جديد لمضاعفة الطاقة الانتاجية ما أصفر عن تعاقد شركة الأسكندرية مع شركة بوشل ألمانية لتوريد خط انتاج جديد وبطاقة انتاجية تبلغ مليوني خرطوشة شهرياً ترجمة نانسي قنقر